اشتركوا في القناة وتحقيق التطلعات الاستراتيجية وخطة التعافي الاقتصادي للمملكة من خلال الاستدامة الرقمية وفي الوقت ذاته تعزيز الامن السبراني مشيدا بدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لكافة مرتكزات القطاع التقني ممن عكس اجابا على الوصول الى مستويات متقدمة اقليميا ودوليا في هذا المجال وبعد التصديق على محظر الاجتماع السابق ومتابعة القرارات الصادرة بدأت اللجنة الوزرية مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال حيث اوضح الفريق الحكومي المعني بمشروع تطوير خمسمائة خدمة حكومية انه تم الانتهاء من اربعمائة وثمانين خدمة الامر الذي ساهم في تقليل المستندات واختصار خطوات تقديم الطلبات بالاضافة الى تحسين وجهات المواقع الالكترونية ومؤصلة التحول الالكتروني منوها الانه جار العمل على تطوير ثلاثمائة خدمة جديدة وقد اشادت اللجنة بجهود الفريق الحكومي في هذا الشان فيما دعا معالي رئيس اللجنة الى وضع خطة توعوية تعمل على تعريف الموطنين والمقيمين بهذه الخدمات الحكومية وطرق استخدامها ومدى استفادتهم منها بعد ذلك استعرضت اللجنة المقترحات التطويرية التي تم وضعها بناء على قياس رضا العملاء للخدمات الحكومية حيث اقرت عددا منها في اطار زيادة كفاءة عمل الجهات الحكومية كما تابعت اللجنة الجهود المبذولة والمبادرات المتعلقة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الحكومية في سياق المتصل بحثة اللجنة الوزرية لتقنية المعلومات والاتصالات اخر مستجدات المنظومة الوطنية للانذار المبكر لحالات الطوارئ والتي تهدف الى وضع نظام متكامل لابلاغ التحذيرات للجمهور بطريقة موثوقة وفي الوقت المناسب من خلال مصادر رسمية للتعامل مع حالات الطوارئ وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين والمساهمة في تقليل الخسائر الاقتصادية وفي ختام الاجتماع عرب معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزرية لتقنية المعلومات والاتصالات عن شكره وتقديره لاصحاب السعادة اعضاء اللجنة وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين